نرجع لأخبارنا اللي بجد سيبنا من كلمة نعيمة أكد رئيس الحكومة السودانية سيد عبدالله حمدوك أن الشعب السوداني مستمر في إقامة دولته خلال المرحلة الانتقالية وشدد الحمدوك على أنه تحقيق السلام من أولويات الحكومة السودانية وأن الإصلاح من أكبر التحديات أمام المرحلة الانتقالية نؤكد لحضراتكم أن الشعب السوداني مستمر في مساعيه لإقامة مؤسساته وبناء دولته خلال المرحلة الانتقالية وأود أن أطرح لحضراتكم ثلاثة أمور هامة أو ثلاثة موضوعات هامة بالطبع علينا أن نضع هذه الأمور الشؤون السودانية في إطارها الصحيحة وفي سياقها الصحيحة بالقرأة بأكمالها وهذه الندوة وهذا الأمور الإقليمي يعد منصة هيئة فرصة ممتازة ممتازة أن يطرح السودان من خلالها ما يعن له أو مشكلاته على العالم